بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعده فقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه ابو داود ويسناده على شرطهما قال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النظيد على بواب التوحيد قوله باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر قاله في فتح المجيد وذكر المصنف رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة في النهي عن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله لألا تقع مشابهة أهل الشرك في ذبحهم لطواغيتهم وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية هذا نهي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والأمة تبع له في ذلك والشاهد من الآية للترجمة أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار لأنه أسس على معصية الله مع أنه لا يقوم فيه إلا لله فكذلك المواضع التي وعدت للذبح لغير الله لا يجوز أن يذبح فيها المؤحد لله لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به قد كان سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية كان له شرف في الخزرج كبير فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واجتمع المسلمون عليه وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه وخرج إلى مكة فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد وكان من أمر المسلمين ما كان امتحنهم الله عز وجل وكانت العاقبة للمتقين وكان هذا الفاسق قد حفراً فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيب ذلك اليوم وجهه وكسرت ربعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه وتقدم أبو عامل في أول مبارزة إلى قوم من الأنصار فخاطبهم فاستمالهم إلى نصره فقالوا لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق فرجعه ويقول والله لقد أصاب قومي بعد شر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه قبل فراره وقرأ عليه القرآن فأباً يسلم وتمرج فدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيداً طريداً فنانته هذه الدعوة وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع ذهب إله رقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق يعيدهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتخذوا له معقلا لمن يقدم عليهم من عنده فشرعوا في بناء المسجد الضرار وذكروا أنهم بنوه للضعفة وأهل العلة في الليلة الشاتية وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وكان قد تأحب للخروج إلى غزوة تبوك فقال إذا رجعنا إن شاء الله تعالى فلما قفل راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر المسجد فبعث إليه مالك بن الدخشم أخى بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عامر بن عدي فبعث إليه مالك بن الدخشم أخى بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عامر بن عدي فهدماه وحرقاه وأنزل الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رجال يحبون أن يتطهروا وروا الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن سعيدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما قال هو ذاك فعليكمه رواه ابن ماجه ابن أبي حاتم والدرقطني والحاكم وقوله الله يحب المطهرين قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب فنهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله وجمعا لكلمة المسلمين ورسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهله قال ابن كثير رحمه الله وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن منابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء انتهى وفيه إثبات المحبة قاله في الشرح قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يحب المطحرين يحب المحبة لله عز وجل ويرد على من أنكرها من أنكر المحبة وتأولها المتزلة والأشاعر وجميع فالله تعالى يحب المطحرين ويحب المتقين ويحب التوابين والمتوقف المصنف رحمه الله إذا كان لا يصلى في المسلم الذي يفسس على معصية الله فكذلك لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير الله وهذا يدل على دقة فقه المصنف رحمه الله وعزارة علمه وتفقه في النصوص رحمه الله وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا وجاء فيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة قد ذهب جماعة من السلف منه ابن عباس وعره وعطية والشعبي وغيرهم إلى أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء ويؤيده قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا قاله في فتح المجيد وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال أحدهما هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافات بين الآية والحديث نعم لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأولى ولله رجلت في مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى فإذا كان أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأولى وكلهم وسعى التقوى لا أهموا الفتح للقول ومن قال مسجد النبي ومن قال مسجد قبا كلهم وسعى التقوى كما قال مسجدين في الآية مسجد النبي من باب أولى نزلت في مسجد قبا ومسجد من باب أولى صلى الله إليك قال ابن كثير رحمه الله وهذا صحيح ولا منافة بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قبا قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى انتهى وقال شيخ الإسلام على قوله لا تقم فيه أبدا فإنه من أمكنة العذاب قال سبحانه فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قبا فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب وأما أماكن الكفر التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعل المسجد مكان طاغيتهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذ المسجد مكان بيعة كانت عندهم انتهى وفيه معرفة تفسير لا تقم فيه أبدا وأن المعصي قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة قاله المصنف رحمه الله وقوله عن ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنتا أربع وستين قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه بضم الموحدة وقيل بفتحها قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية قالوا لا والوثن ما ليس منحوتا على صورة والصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه أيضا الوثن فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات قد يختص العيد بمكان وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور يسمى عيدا والزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه ما شهدت العيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريتين التي تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما تناشدته الأنصار يوم بعث دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وفيه رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال والاستفصال للمفت إذا احتاج إلى ذلك قوله فقال أوفي بنذرك حيث تحقق أحسن الله إليك أحسن الله إليك بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى قال الإمام الحافظ المقدسي في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة قال أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس وأمه أروا بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة فنتي عشرة سنة إلا عشرة أيام وقيل إلا ثني عشر وقوتل في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه بعد العصر وهو يومئذ صائم سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين المحق قال وكان قتله ثلمة عظيمة في الإسلام كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله من الوالدي عبد الله الأكبر وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ست سنين ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وعبد الله الأصغر وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة وعمر أو وعمر وخالد وأبان ومريم أمهم أم عمر بنت جند بابن عمر بن حمامة بن الأزد من دوس والوليد وسعيد وأم عثمان أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعبد المالك لا عقب له مات رجلا وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد وعائشة وأم أبان وأم عمر وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة وأم خالد وأروا وأم أبان الصغرى أمهم نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمر بن فعلبة بن الحارث ابن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب ابن كلب بن وبرة ثم قد رحمه الله أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عبد المطالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمية أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا وله من الولد محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة وعمر بن علي وأخته رقيد سمى محمد الحنفية يعني تميزا لها عن أخوته يعني أمهم بني حنيفة نعم مشهور محسن يعني يحتاج لضبط رسول للصعبة ولا سفل قال المحقق على محمد بن الحنفية قال قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله من الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة وقد كان من سادات المسلمين رضي الله عنه ورحمه ولكن ليس بمعصوم بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليس بمعصوم إلا الأنبياء فيما يبله عن الله نبي صلى معصوم علم من الشرك ومن الكبائر ومن الخطأ فيما يبله عن الله قال الله تعالى منه يغفر عليك الله ما تقدم ذبك وما تأخر قال عم موسى قال إذا رأنت نفسي فغفر لي نعم صلى الله عليه تقريبا محسن لتشديد السين المحمد ها هذا تشديد السين المحمد محسن محسن صعب يصاب يصاب محسن محسن لتشديد نعم هذا المشهور صلى الله عليه محسن قال وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى وهما توأم وأمهما تغلبية والعباس الأكبر بن علي يقاد له السقاء وقتل مع الحسين رضي الله قال المحقق قال على قتل مع الحسين قال كان مقتل الحسين رضي الله عنه بكربلاء وقتل معه إخوته العباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله وأبو بكر رحمهم الله رضي الله عنهم قال انظر بداية والنهاية قال ولا ريب أن هذا جرم عظيم وذنب كبير وهو أمر يحزن النفوس ويكدر الخواطر فإن في قتلهم مع الظلم العظيم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بأهل بيته فعلى من قتلهم ما يستحق يوم يأتي خصما لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم قال وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بنو علي أمهم أم البنين الكلابية وعبيد الله وأبو بكر ابن علي لا بقية لهما أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية ويحيى بن علي مات صغيرا أمه أسماء بنت عميس ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج قال درج أحسن الله ليك قال في القاموس درج دروجا وذرجانا قال مشى لكن هنا مات مقصود فيها هنا مات قال ودرج لم يخلف نسلا أو مضى لسبيله لأن أحصل لك لها أكثر من معنى والمعنى العلا هنا أنه ذكروا أنه مات يعني ما خلف نسلا قال ودرج ودرج فلان لم يخلف نسلا أو مضى لسبيله قاله محمد بن علي الأصغر لأم ولد درج قاله ما خلف نسلا قاله محمد بن علي الأصغر لأم ولد درج ما له عقب هذا سياق لأن معنى مشى ما لها مشى بمعنى مات نعم وأم الحسان ورملة أمهما أم سعيد بنت عروة بنت مسعود الثقفي وزينب الصغرى وأم كلف من الصغرى ورقية الصغرى وأم هانئ وأم الكرام وأم جعفر اسمها جمانة وأم سلامة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى هذا الأولاد كم ذكر الآن نعم سلام عشرون يقول محقق من أمهات أولاد بعضهم نعم يقول محقق وقد كان لعالين رضي الله عنه أولاد كثر من أزواج وأمهات أولاد شتى فإنه مات عن أربع نسوة وتسعة عشرة سرية وقد كان لعالين رضي الله عنه أولاد كثر من أزواج وأمهات أولاد شتى فإنه مات عن أربع نسوة وتسعة عشرة سرية ثم قال لطيفة قال ومن زوجاته محيات بنت امرئ القيص الكلبية ولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى المسجد قال لطيفة ومن زوجاته محيات بنت امرئ القيص الكلبية ولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي صغيرة فيقال لها من أخوى لكي فتقول وه وه تعني بني كلب وكانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأياما على اختلاف في الأيام قتل وله ثلاث وستون وقيل خمس وستون وقيل ثمان وخمسون وقيل سبع وخمسون عام الجماعة سنة أربعين ثم قال محقق كان عام الجماعة يعني بعدها سمع الناس معاوية رضي الله قال محقق قال كان قتل علينا رضي الله عنه في رمضان لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان يوم الجمعة في السحر هذا نقله عن بداية النهاية من كثير ثم قال تنبيه يفهم من سياق المؤلف هنا أن عام الجماعة في سنة أربعين قال تنبيه قال يفهم من سياق المؤلف هنا أن عام الجماعة في سنة أربعين ولكن الصواب أن عام الجماعة في سنة إحدى وأربعين في شهد ربيع الأول وسمي عام الجماعة لاجتماع الكريمة على أمير واحد هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعنهم جميعا وذلك عندما نزل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء الأمة وهذه منقبة عظيمة له امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نتحقق ابن هذا السيد وسيصلح له به بين فئتين عظيمتين الممسلمين وفيه من الفوائد أن كل منهما مسلم كل من الطائفتين ولكن القتال عن اجتهاد والنبي قال كلهم من المسلمين في الرد على من كفر الصحابة وهذه منقبة عظيمة له امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكانت من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي بكرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعلي أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ثم قال أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثلاثة من القلباء الراشدين سنهم كسن النبي صلى الله عليه وسلم نعم دلغان كلهم معدى وثمان أبو بكر وعمر وعلي نعم حكم الصلاة في الكنائز أحسن الله منك يأخذ الحكم الذي يبوب به الشيخ محمد وعبد القاب لا يصلى المكان يا أبو إذا وزيل البخاري يبوب في هذا في سيئة إن شاء الله كان في كلمة البخاري أحسن الله لك المحقق قال في عمره في عمري عثمان رضي الله عنه قال فيه وقيل سبعا وخمسون قال الصحيح في عموره رضي الله عنه ثلاثة وستون سنة أحسن الله لك نعم قال الصحيح في عموره رضي الله عنه ثلاثة وستون سنة وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر نص على ذلك النووي في تهذيب السيرة لا ابن الابن وابن المثبن كلاهما لا شك أو كلاهما ابن الابن وابن المثبن نعم 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 اجتعاد هذا عن اجتعاد الله الرسول أقول عن اجتعاد نعم نصف واضحة الحج في كلام الله وكلام رسوله نصف واضحة في النهي عن الفرج على وقت القرف الصحيح وغيرها وأنا من أسباب الفتان من أسباب الشرور أخذها الواتف يسبب شرور كثيرة هذا السلام علينا عفاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افر لنا ولشيخنا وأدخلنا في رحمتك يا رب العالمين آمين قال الإمام أبو القاسم لا لك أي رحمه الله تعالى في السياق ما حكاه من إجمع الصحابة والتابعين وأتباعهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر قال رحمه الله قول يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وأبي الوليد الطيالسي وعبد الله بن داود الخريبي وإسحاق بن سليمان الرازي والحسن الأشيبي وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان ومحمد بن يزيد الواسطي أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك قال يحيى بن سعيد أما تعجب من هذا يقولون قل هو الله أحد مخلوقه قال أبو الوليد القرآن كلام الله والكلام في القرآن الكلام في الله قال أبو الوليد من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج على الإسلام لأن أقول كلام الله وصفاته وهذا كما سبق تكريب بالنوع أما المعين فلا بد من قيم الحج علي نعم عفاكم الله قال أخبرنا محمد عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد أنبأنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن سنان علي بن مهدي قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق أخبرنا علي سيفة مستعدة نعم أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت العباس بن عبد العظيم قال حدثني محمد بن يحف بن سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق أو قال زنديق أخبرنا محمد وطرع الكافر وطرع الجاحد جاحد سمى زنديق كان في دعاة الصحابة ثم سمى المنافق ثم بعدها سمى زنديق ويطرع الجاحد جاسم الله يصفاته وجاحد ربثه سمى زنديق نعم عفاكم الله قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحف بن سعيد قال حدثني أبي قال سمعت معاذ بن معاذ قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أنبأنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار يكون هذا مخلوق باش nur Allah بزعاب هؤلاء الملاحظة نعم أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرته يعني يكون العزل جبار هذا يقول يكون العزل جبار مخلوق تعالى الله ما يقول عفاكم الله قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرت عن محرز بن عون قال قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق سبحانه العلمه وكلامه ورحمته وصفات الأهدام قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله السلمي قال سألت أبا عقوب الخزاز إسحاق بن سليمان يعني الرازية عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق فقال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد جزى الله أبا عقوب خيرا قال سألت أبا عقوب الخزاز إسحاق بن سليمان يعني الرازية عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق فقال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف نصد يعني على الوقف نعم لا تتوقف بل كلام بل قرآن كلام الله ملزن كما قال السلام ملزن غيره خلوق منه بدأ وإله يعود نعم عفاكم الله قال فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد جزى الله أبا عقوب خيرا وأخبرنا محمد أنباءنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أسحاق قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أمخلوق هذا هذا كلام الله إنكار هذا قال مخلوق كلام الله نعم عفاكم الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنباءنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز القراشية يقولان القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر صلى الله عليه قال الإمام أبو القاسم للكأي رحمه الله قول إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى أخبرنا محمد بن عبيد قال أنباءنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سمعت بن أبي أويس يقول القرآن كلام الله عز وجل ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق وأخبرنا محمد أنباءنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي أحمد محمود بن غيلان عن يحيى بن يحيى النيسابوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر صلى الله عليه وسلم وهذا يعني كثير في كلام السلف تكثير بالنوع لا بالعين عفاكم الله قال الإمام أبو القاسم رحمه الله قول أحمد بن حنبل قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد وإحيى بن معين وعلي بن المديني وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان ومحمد بن سليمان لوين وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فآرضاهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تدل الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهما داموا على معصيتهم وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس وكذلك فاعل المحرم ولهذا أتى باللفظ العام في قوله الظالمين قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعم وقالت وقد رزل عليكم الكتاب أن إذا سمتوا آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معه حتى أخذوا في عدن غيره يجب الإنكار فإن لم يزل المنكر طاب لأن لا يشاركهم منه نعم حسن الله إليك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال قوله وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ فيها سد الذرائع عن الأمور المحرمة وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه نعم درع للمفسدة إذا كان الأمر المباح يؤدي إلى مفسدة يمنع هذا المباح لدرع هذه المفسدة نعم أيضاً أحسن الله إليك إنكار المنكر إذا كان يأتي بمنكر منكر إذا كان ترتب عليه منكر أشد أو منكر مثله نعم إنما منكر إذا كان يزول أو يخف نعم أحسن الله إليك ويستدل بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وفي الأخرى إلا ما آتاها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج على أن المشقة تجلب التيسير وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريب البخس والغش فيها قوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها وقوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية وقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال قوله تعالى يدل على قوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها وقوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية هذا في الحضر وفي السور نعم شوف شوف كلام الحافظة وكلام الشيخ على اللاية في آية هود زخرف زخرف في هود في هود نعم بسم الله عزيزة وقال تفسير الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال نوح عليه الصلاة والسلام لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها أي تجري على اسم الله وترسو على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره إن ربي لغفور رحيم حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين بسم الله ممكن أحسن الله إليك ذكرها عادته يذكر فوائد بعد القصص ممكن ما ذكر أحسن الله أحسن الله إليك قال الحافظ كثير رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال الذين أمر بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها وقرأ أبو رجال العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب عليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة في الحقيقة كانوا يكونوا في السفر يمكن الشيخ ذكرها في سورة الزخرف سورة الزخرف تكمل السورة التاجة لبحث الشهر عادل أحسن الله قال الشيخ في البحث نعم في الظهر في الحضر في السفر شاء الله وقت لاحق نعم الشيخ بن عثميني قالت قال في الحضر في السفر نعم كبه الدابة نعم نعم في إيش نص علي يعني يقول في العودة أما سبحان الله سخر لنا هذا العودة العودة يعني من كان من السفر كان فيقول كلما ركبت دابة سواء في السفر أو في الحضر حتى إذا ركبت سيارة حتى لن تركبت السيارة لأن في بيتك إذا ركبت سيارة إلى بيتك بلنسل ماذا كلما قبت سيارة ماذا في أي في نقع مفتوح طيب نعم وفي الشرح لدى الصالحين كذلك قال في السفر وفي الحضر هذا وكم الله الكتاب نعم وكم الله قراءة في الكتاب نعم أحسن الله قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها وقوله تعالى يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخينا ومشيخي اللهم اغفر لنا أجمعين أحسن الله وليكم يقول المؤلف رحمه الله المشاطبي في كتاب الاعتصام وأما بعث الدجالين فقد كان من ذلك جملة منهم من تقدم في زمان بن العباس وغيرهم ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقيا فقد حقي عنه أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معدًا رسول الله عوضًا من كلمة الحق أشهد أن محمدًا رسول الله قال ففعل المؤذن فهم المسلمون بقتله ثم رأوا رفعه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره فلما انتهى كلامهم إليه قال أردد عليهم آذانهم لعنهم الله ومن يدعي نفسه العصمة فهو يشبه من يدعي النبوة ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض فقد جاوز دعوة النبوة وهو المغربي المتسمي بالمهدي هذا دار ربوبية يكون الله تعالى هو الذي قامت السماوات والأرض ويتقوم السماوات والأرض بأبره نعم إن يمسك السماوات والأرض إلا بإذنه هذا الرب سبحانه وتعالى لا يشركه في أحد نعم إنساء الله عليكم وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفزاري ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور مهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعت أن بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقة أخذ ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله ولقد حكى بعض مؤلف الوقت قال حدثنا شيخنا أبو الحسن بن الجياب رحمه الله قال لما أور بالتأهب يوم قتلي وفي السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة ياسين فقال أحد الدعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم أو ما في معنى هذا فتركها مثلا بلا زعيته يقول فقال أحد الدعرة وفي بعض النسخ الزعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم أو ما في هذا المعنى قال فتركها مثلا بلو زعيته بلو زعيته يعني مثل يضرب على أنه أراد شيئا غير ما هو عليه قالوا أما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة ولذلك يجازى بالميتة الجاهلية وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم فهذا أيضا من جملة ما اجتملت عليه تلك الأحاديث وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطول الناس في البنيان وتقارب الزمان فالحاصل أن أكثر هذه الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهات التشريع لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي ليست ببدعة وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق من التعبد الصوفية بغناء شانا يتعبد يتعبدون به نعم حسن الله لك قال فصل فإن قيل أما الابتداء بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات بركة حسن الله لك شكرا قال واللوزعي هو الظريف الحديد الفؤاد واللسان اللوزعي هو إيش؟ هو الظريف الحديد الفؤاد واللسان بركة أوفق الله جمعي يطعاتي شكرا لك شكرا لك شكرا لك